اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتوقع ان يستمر تطورها خلال الساعات القادمة من يوم الثلاثاء كذلك تشتد هذه الحالة الجوية ان شاء الله يوم الاربعاء كما تستمر الامطار الرعدية في المناطق الشرقية من مملكة العربية السعودية وقطر والبحرين خلال الساعات القادمة حتى يوم الاربعاء وبالنظر الى تفاصيل الحالة الجوية فيتوقع يوم الثلاثاء ان تزداد تأثير هذه الحالة الجوية خلال الساعات القادمة كما ذكرنا سابقا حيث يحذر من الزخاط الرعدية الغزيرة كذلك تشكل السيول في بعض المناطق كما يحذر ايضا من الرياح النشطة المثيرة للغبار والعواصف الرملية واضطراب حاد في امواج البحر وتستمر هذه الحالة الجوية كما اشرنا يوم الاربعاء على الامارات وسلطنة عمان هذه الحالة الجوية تشتد على المناطق خاصة المناطق الداخلية من الامارات وسواحي العمان مثل الفجيرة الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد كما تترافق هذه السحب الرعدية مع رياح المثيرة للغبار واضطراب امواج البحر لكن في يوم الخميس يتوقع ان شاء الله ان تبدأ هذه الحالة الجوية بالتراجع تدريجيا حيث تكون هذه الامطار تستمر رعدية غزيرة خاصة في ساعات الصباح وخاصة على سواحل خليج عمان وسلطنة عمان هذه الامطار الرعدية ربما تسبب تشكل السيول واثارة الغبار والعواصف الرملية كذلك اضطراب امواج البحر في ليلة يوم الخميس تنحسر الحالة الجوية ويستقر الطقس ويتشكل الضباب في مناطق واسعة تشمل دبي وابوظبي ان شاء الله وبالنهاية تابعوا موقع arabiaweather.com للمزيد من التفاصيل على الحالة الجوية السائدة على الامارات والمنطقة العربية بشكل عام كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب arabiaweather وانا اتمنى لكم امطار خير وبركة وفي امان الله اشتركوا في القناة